قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم مونشاستر يونايتد مهتم بخدمة أمر بطول أخير يمنح مهلة أخيرة لبرشلونة رسميا تسريبات تكشف عن النادي العملاق الذي سينتقل إليه حكيم زياش ثلاث عوامل تقارب دياز من منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار اليونايتد مهتم بخدمة أمر بطول أخير يمنحهم مهلة أخيرة لبرشلونة دخل النادي مونشاستر يونايتد الإنجليزي سباق الضفر بخدمات الدولية المغربي سوفيانا مرابط لعب فريق في يارونتين الإيطالية وذلك لضمه لصفوف الفريق خلال المركز السيف المقبل ووضحت صحيفة سبورت الإسباني أن اليونايتد بات ينافس برشلونة بقوة للتعاقد مع الدولة المغربية خصوصا أن النادي الإسباني يعاني من تأخر رابطة الدولة الإسبانية في رد على خطته المالية ما يجعله غير قادر على تقديم أي عرض رسمي لللاعبين الذي يرغب في انتدابهم وضفت الصحيفة أن النادي الإنجليزي أبدى اهتماما بطريقة جدية بانتداب اللاعب المغربي وذلك من خلال الاتصالات الكثيرة التي تجري بين الطرفين ما دفع أمر بطة إلى استعجال معرفة قرار برشلونة الأخير ومنح لاعب الفيولة مهلة أخيرة لنادي برشلونة للتوقيع معها في الانتقالات الصيفية المقبلة ما يؤكد منحه الأولوية للنادي الكتالوني يتابع ذات المصدر هذا وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية أن أمر رابط يعتبر من أبرزل أسماء المطرحة على طاولة برشلونة لتعويض رحيل نجمه سيرخيو بوسكتش بلاغ عجل تسريبات تكشف عن النادي العملاق الذي سينتقل إليه حكيم زياش تلقى حكيم زياش النجم المغربي الدولي خبرا سارا يهم وجهته الكروية المستقبلية حسب مصادر مقربة منها ويبدو أن اللاعب المغربي على وشك الانتقال إلى واحد من أعرق الأندية الإنجليزية وتحديدا فارق مونشستر يونيتد وفقا للمصدر ذاته يعتبر مونشستر يونيتد مهتما بالتعاقد مع زياش ويضعه في قائمة الأسماء التي يرغب الفريق في ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للمؤهلات والمواهب التي يتمتع بها النجم المغربية وقدرتها على تحقيق تأثير فوري في المباريات وتجدر الإشارة إلى أن تشيلسي النادي الذي يلعب في صفوفه زياش حاليا قد وضع اللاعب في قائمة الرحيل بعد وقع خلاف بينه وبين توتبويلي مالك النادي الأنجليزية ورغم الانتقالات التي وجهت لإدارة تشيلسي بالسبب قلة مشاركة زياش في المباريات إلى أن النادي اللندوني يعتبره لعبا ذو قدرة فنية عالية تجدر الإشارة إلى أن الزياش لم يحضر بفرصة للعب بشكل منتضمن في صفوف تشيلسي منذ الموسم الماضي ثلاث عوامل تقارب دياز من منتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا يبدو أن إبراهيم دياز نجم ميلان الإيطالي على بعد خطوات من تمتيل منتخب المغرب عقب تجاهله من قبل لويس ديلا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بعدم استدعائه لخوض مباراة إيطاليا في الخامس عشر من يونيو الحالية لحساب نصف نهائي دور الأمم الأوروبية في كرة القدم وتعد هذه المرة الثانية واليا التي يصدم فيها المدير الفني لمنتخب المتضورة نجم إيس ميلان الإيطالي بعد الأولى في مارس الماضي ليصبح إبراهيم دياز صاحب الأصول المغربية أقرب من أي وقت مضى إلى ارتداء قميس منتخب أصود الأطلس فالاستحقاقات القادمة ولا سيما أنه يجد اهتماما كبيرا من قبل الاتحاد المغربي لكرة القدم مقابل تجاهل الإسبان لإمكانياتها وأصيب إبراهيم دياز بخيبة أمل كبيرة من عدم ضمه إلى القائمة النهائية المستدعات لخوض مباراة إيطاليا في نصف نهائي دور الأمم الأوروبية وهو الذي كان يمني النفس في العودة الارتدائقة من سي منتخب إسبانيا لكنه فوجئ بحرمانه مجددا من تحقيق حلمها ورغم تألق اللاعب إبراهيم دياز صاحب الثلاثة والعشرين عاما اللافت برفقة نادي الروسينيريا في بطولة دور أبطال أوروبا إلا أن ذلك لم يشفع له بتمتيل منتخب إسبانيا الذي كان يعطيه الأولوياء في الوقت الذي شكل مطلبا ملحا بالنسبة إلى المدرب وليدر جراقيع من أجل تدعم خط هجوم منتخب أصود الأطلس وسبق أن عرض عليه ذلك خلال لقاء جمعهما في إيطاليا قبل شهرين ويحد إبراهيم دياز باهتمام كبير من قبل الاتحاد المغربي لكرة القدم إذ يسعى لضمه إلى منتخب أصود الأطلس في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تحتضنها الساحل العاج في شهر يناير القدم ووفق لمصدر مسؤول بالاتحاد المغربي لكرة القدم فإن اللاعب دياز يشكل إحدى الأولوية الرهنة للمدرب وليدر جراقي نظر للمؤهلات الفنية والبدنية التي أبن عنها مع فريقه الحالي ميلانا الإيطالية في الكالتشيو ودور أبطال أوروبا وكشف ذات المصدر عن أن انضمام دياز يعد مسألة وقت فقط التتعين عليها الموافقة على تغيير جنسيتها الرياضية كمرحلة أولى وبعد ذلك تأهيله من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليلعب رسميا لمنتخب أصود الأطلس في الاستحقاقات القدمة هذا وينتظر إبراهيم دياز دورا محوريا في التشكيل الأساسية لمنتخب المغرب إذا قرر تمثله في الاستحقاقات القدمة نظرا لحاجة المدير الفني وليدر جراقي لنجم مهاري مثله يجيد التمريرات الحاسمة والتسجيل الأهدف وبات من المؤكد أن يراجع دياز حساباته من جديد بعد استمرار تجاهله من قبل مدرب منتخب إسبانيا مقابل اهتمام الاتحاد المغربي بضمه إلى كتيبة المدرب وليدر جراقي وأيضا للإنجاز الباهر الذي حققه منتخب أصود الأطلس في نهاية بطولة كأس العالم بقطر 2022 وبلوغه دور النصف نهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية ويقود الحسين خرج قائد منتخب المغرب سابقا المفاوضات مع الموهبة إبراهيم دياز من أجل إقناعه بارتداء قميس منتخب أصود الأطلس مستغيلا في ذلك استمرار تهميشه من قبل المدير الفني لمنتخب إسبانيا وبات من المؤكد أن يراجع دياز حساباته من جديد بعد استمرار تجاهله من قبل مدرب منتخب إسبانيا مقابل اهتمام الاتحاد المغربي بضمه إلى كتيبة المدرب وليدر جراقي وأيضا للإنجاز الباهر الذي حققه منتخب أصود الأطلس في نهاية بطولة كأس العالم بقطر 2022 وبلوغه دور النصف النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم مونشاستر يونايتد مهتم بخدمة أمر رابط والأخير يمنح مهلة أخيرة لبرشلونة رسميا تسريبات تكشف عن النادي العملاق الذي سينتقل إليه حكيم زياش ثلاث عوامل تقريب دياز من منتخب المغرب في بطولة كأس أمام أفريقيا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل فيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار